بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا وبناتنا الطلبة وطالبات الصف الثاني الصناعي قسم تشغيل معادن أهلا ومرحبا بكم وبرنامجكم في بيتنا مدرسة رجعتلكم تاني النهاردة علشان ندرس مادة جديدة من مواد التخصص المهمة جدا اللي الشغل معانا فيها في الجزء النظري حيكون مرتبط ارتباط كبير جدا بالشغل العامل احنا في سنة تانية في قسم تشغيل المعادن من المواد الأساسية اللي بندرس فيها أعمال مهمة جدا في التخصص هي عندنا مادة تكنولوجيا الخراطة ومادة تكنولوجيا القشط النهاردة جايين عشان نتعرف مع بعض عن مادة تكنولوجيا القشط طبعا هي المادة دراستها بتيجي من اسمها يبقى انا لما حتكلم عن تكنولوجيا القشط يبقى انا بتكلم عن المقاشط المقاشطة من اسمها هي بتعمل عملية قشط يعني بتزيل طبقات من المعدن اللي موجود عندي طبو انا لما حزيل الطبقات دي حكون بزيلها ليه؟ حكون بزيلها ممكن يكون عندي مشغولات عايزة اعمل لها عملية تسوية اسطح مشغولات بدل ما هي مستوية لا اعايز اعمل فيها مجرى على شكل حرف يو او مجرى على شكل حرف في تمام ممكن كمان ان انا اعمل مجاري زي المجرى الحرف في كده هيبقى فيها اسطح ميلة طب هو دلوقتي مادة تكنولوجيا القشط دي لما اجي علشان ادرسها لازم اخلي بالي هو انا ايه هي الجوانب النقاط المهمة اللي لازم تكون موجودة عندي النقاط دي بشكل بسيط لازم اكون عارف انواع المقاشط اللي يا مستر محمد هي المقشطة دي مش نوع واحد لا طبعا انا عندي مقشطة اللي بنقول عليها المقشطة النطاحة في عندي نوع تاني من المقاشط اسمه المقشطة الرأسية في حاجة نوع تالت اسمه المقشطة العربة المقشطة النطاحة طبعا هي سميت بالمقشطة النطاحة لأن الحركة الرئيسية فيها اللي بتحصل أثناء عملية القاطع بتشبه نطح الكباش عشان كده سميت بالمقشطة النطاح طبعا بالنسبة للمقشطة النطاحة وبالنسبة للمقشطة العربة اللي اتنين بتكون الحركة الرئيسية فيهم حركة أفقية عشان كده لو احنا احتاجنا ان احنا نعمل عملية تسوية أو عملية تشغيل لمشغولة مثلا من الخارج أو من الداخل بس وزنها كبير أو حجمها كبير ومش حنقدر نشيلها ونوقفها بشكل رأسي علشان أداة القاطع تكل فيها فكان لازم ان احنا نستخدم مقشطة رأسية بحيث ان الكتلة بتاعة المشغولة بتاعتي أو حجم المشغولة الكبير أو ده لم ياجي علشان استخدمها أو حطها على الفرش بتاع المكينة بتاعتي ما هيبقى تقيل جدا وبالتالي مش حقدر اعدلها أو ان انا اميلها علشان تضاهي الحركة الرئيسية اللي هي حركة أفقية للتمساح بتاع المقشطة طب هو انا لما حدرس عمليات القشط لازم اخلي بالي من ايه؟ نمرة واحد لازم اكون عارف المكينة بتاعتي اللي هي مكينة المقشطة النوع المناسب اللي انا هشتغل عليه وبالتالي لازم اكون عارف النوع المقشط عندك حاجتين بيتفعلوا مع بعض مش تفاعل كيميائي لا تفاعل يعني اللي اتنين بيقدوا الى تشكيل حاجتين بيتدخلوا مع بعض عشان يوصلوني لشكل المنتج اللي انا عايزك ايه هم الحاجتين؟ عندي الشغلة اللي انا هشتغل فيها وعندي اداة القطع اللي هتقطع في الشغلة يبقى انا المكينة دي لازم هيكون فيها حاجتين الحاجتين دول بيتفاعلوا مع بعض مش تفاعل كيميائي تفاعل حركي هيبقى عندي حركة ما بين الحاجتين دول اللي هم الشغلة وما بين اداة القطع علشان في الاخر نوصل للشغلة اللي انا كنت شغال فيها علشان توصل لمنتج نهائي بالشكل المناسب والملائب اللي انا عايزه طب لما اجي ادرس انا قلت عندي المكينة بتاعتي اللي هي المقشاطة النطاحة او المقشاطة الرأسية او المقشاطة العربة يبقى انا كده عرفت انواع المقاشط نمرة اتنين الشغلة بتاعتي الشغلة بتاعتي هل هي من معدن طري من معدن ناشف من معدن متوسط في النشوفة اللي هي بنقول عليها الصلادة والصلابة طيب يبقى انا كده بتكلم عن الشغلة طب وانا حتكلم عن الشغلة بس عن نوع معدنها ليه حتكلم عن نوع معدنها علشان كل مكان معدن الشغلة ناشف صالد او صلب لازم يكون اداة القطع اللي بتقطع فيه كمان انشف منه اقوى منه علشان اداة القطع تقدر انها تقطع في الشغلة يبقى نمرة واحد انا بدرس الشغلة بتاعتي ليه علشان استخدم لها اداة القطع المناسبة نفس الحكاية هل السرعة بتاعة اداة القطع وهي بتتحرك بحركة ترددية هل السرعة دي مع اي شغلة ممكن استخدم سرعة عالية يعني سريعة جدا او بطيئة جدا ايه اللي هيحددها نوع معدن الشغلة اللي انا عايز اقطعها ونوع معدن اداة القطع يبقى انا دلو كمان لازم ابقى دارس ايه لازم ابقى دارس هي الشغلة دي هتتسبت ازاي لازم ابقى عارف الشغلة بتاعتي هتتسبت ازاي وطبعا التثبيت ده هنشوف مع بعض كمان شوية ان التثبيت هيختلف من شغلة لشغلة على حسب العملية اللي انا بعملها طيب انا اتكلمت دلوقتي عن المكينة اللي هشتغل بيها نمرة 2 هتكلم كمان عن الشغلة اللي أنا هشتغل فيها طيب نمرة 3 أداة القطع أداة القطع دي لازم هكون عارف المواد اللي بتصنع منها كل مادة هتصنع منها أداة القطع دي لازم أكون عارف درجة الصلابة بتاعتها قوية أو متوسطة أو منخفضة درجة الصلابة دي هتنفع مع مين من مواد القطع اللي أنا هشتغل بيها اللي هي المشغولة كل معدن قطع يقدر يشتغل في أنواع معينة من المعادن لأن المعادن دي ممكن تكون سبايك مكونة من كذا معدن علشان تديني صلابة معينة أو تديني قوة معينة يبقى أنا لازم أتكلم عن 3 حاجات أنواع الماكينات عن المواد اللي بتصنع منها المشغولات معدنها يعني نمرة 3 أدوات القطع لازم أكون عارف نوع المعادن اللي بتصنع منه طريقة التثبيت لأن طريقة تثبيت الألم لو الشغلة كبيرة والإجهادات كبيرة يبقى لازم طريقة التثبيت تكون قوية زائد أن أنا أكيد لما حعمل مشغولات ممكن تكون المشغولات دي هعمل لها قشط خارجي من خارج السطح وممكن كمان تكون القشط ده من داخل الشغلة يبقى أكيد لازم أكون عارف إزاي حسبت أقلام القشط بتاعتي لما حيكون القشط خارجي وكمان أكون عارف هو أنا إزاي حسبت أقلام القشط بتاعتي لما يكون القشط ده داخلي طيب تعالوا نشوف مع بعض كده بعض الأشكال لمكينات المقاشط وبعدين نتكلم عن جزئية جزئية لأن إحنا كمان حنحتاج نعرف هو أنا بحول الحركة الدورانية بتاعة الموتور اللي راكب إلى حركة ترددية إزاي نبص كده مع بعض نشوف إيه هو الهدف من دراسة المادة وأنواع المقاشط نبص كده هنا إحنا بنقول إن الهدف من دراسة مادة تكنولوجيا القشط هي أول حاجة يكون عندي معرفة كاملة بماكينات المقاشط نمرة اتنين طبعا المكينات المقاشط المختلفة لأن كل ما أشطع من المقاشط دي هيكون لها عمليات معينة بتجرع عليها نمرة اتنين أكون عارف المواد المستخدمة في التصنيع عليها المعادم بتاعة المشغولات اللي أنا هشغلها وغيرها نمرة تلاتة إن أنا أكون عارف أدوات القطع ومواد صنعها أنا عارف كل أداة قطع اللي إحنا هنقول عليها أقلام القشط أبعارف إيه هي كل المواد اللي أنا ممكن استخدمها المواد اللي بتصنع منها إيه علشان أحدد لكل مادة موجودة أحدد لكل مادة موجودة في التصنيع اللي أنا بتاعة المشغولات أحدد لها نوع معدن أداة إيه أداة القطع طب وإيه كمان وأكون عارف كمان طرق نقل الحركة والصيانة في المقاشط لأن إحنا المقشطة بتتحرك في الحركة الرئيسية بتاعتها حركة رددية والمواتير الكهربية اللي بتحركها أساسا بتتحرك حركة دورانية يبقى لازم أعرف هو أنا إزاي هحول الحركة الدورانية دي لحركة ترددية يبقى أنا دلوقتي الهدف من دراسة المادة إن أنا أكون عارف أنواع المقاشط المختلفة والعمليات اللي بتجرع عليها بما إن أنا حكون فني تشغيل علشان لما تجيلي أي شغلة جاية من مكان معين عايزة عملها صيانة أو عايزة عمل زيها يبقى لازم أول ما بص في الشغلة أعرف دي تنفع تتعامل على أنهي مكينة ولما أعرف هعرف إذا كانت الشغلة دي ممكن تتعامل على المقشطة على المخرطة وفي سنة ثلاثة بإذن الله هناخد الفريزة ومكينات التجليخ يبقى أنا أول حاجة أعرفها أنواع المقاشط والعمليات اللي بتجرع عليها أعرف المواد المستخدمة في عمليات التصنيع اللي أنا ممكن أستعمل لها عمليات القشطة على المقشطة نمرة ثلاثة أعرف أدوات القطع ومواد صنعها نمرة أربعة أعرف طلق نقل الحركة عشان أعرف أعمل عمليات الصيانة وبأعرف المكينة من الداخل شكلها إيه؟ طيب تعال بص كده معايا مكينات القشط أنواحها إيه؟ نمرة واحد عندي المقشطة النطاح هي سميت بالنطاحة قلت لك في بداية الحلقة علشان الحركة الرئيسية فيها بتشبه نطح الكباش نمرة اتنين عندي المقشطة الرئيسية كلمة رئيسية يا جماعة معناها أن الحركة الرئيسية فيها هي حركة رأسية نمرة ثلاثة المقشطة العربة مقشطة عربة حنشوف بعد كده الشكل بتاع المقشطة العربة دي إيه؟ وأكيد كلمة عربة دي بيقى بتخص حاجة الجزء الرئيسي اللي بيحرق كل الأجزاء هو بنسميه العربة طيب تعال كده نشوف مع بعض شكل المقشطة إيه؟ المقاشطة عندنا عندنا دي المقشطة النطاحة ده أول نوع من المقاشطة احنا اتكلمنا فيه أي مقشطة لازم بيكون لها هيكل الهيكل ده اللي احنا بنسميه من تحت كده الفرش وبعد كده بيبقى في الهيكل الرئيسي عندي بعد كده الجزء اللي فوق ده بنسميه التمساح دي اسمها الرسمة وده حامل الألم وده كده شاقة احنا بنركب فيها أقلام القشط دي بنسميها رسمة الرسمة أو الصينية دي آسف دي اسمها الصينية والصينية دي بتتحرك عندي يمينا ويسارا والأعلى والأسفل علشان نبدأ نقرب الشغلة اللي احنا هنقطها هنا ونسبتها هنا من الألم اللي هيعمل عملية القشط خلي بالك الحركة الرئيسية هنا هي حركة التمساح ده اللي بتحرك للأمام وللخلف حركة ترددية طب تعالا كده نشوف رسم تخطيتي آه ده كده الشكل بتاعي احنا بنقول ان نحدحت عندنا فرش الجزء ده اسمه الهيكل ده اسمه التمساح الجزء ده عبارة عن صينية الصينية دي بتتحرك لأعلى والأسفل ويمينا ويسارا بعد كده انا بثبت الشغلة من احد طرق التسبيت طبعا دي بتبقى الشغلة بتاعتي وده القلم اللي هيعمل عملية القشط في الشغلة وحنشوف شكل كده آه فيديو صغير جرافيك يبين حركة القلم وازاي بيقطع في الشغلة ما تنسيش انا قلت لك ان الحركة الرئيسية هنا هي حركة ترددية للتمساح هي حركة ترددية لإيه للتمساح طب تعالا كده نشوف مع بعض انا دلوقتي ده الشكل بتاعي بتاع التمساح عمال بيتحرك حركة ترددية ده كده القلم بتاعي القلم طبعا بيتحرك مع التمساح زهابا وقيابا عايزك تخلي بالك من حاجة شايف الجزء العامل زي حرف اليو اللي بيطير في اخر الشغلة ده الرايش ده المعدن اللي اتاكل من الشغلة يعني معنا كده ان التمساح ده الشغط شغط القطع الشغط اللي طالع للامام ده هو ده الشغط الفعال اللي بيقطع فيه وبالتالي سن الالم وهو رايح بياكل من الشغلة بيزيل جزء من الشغلة انما هو راجع ما بيزيلش حاجة من ما بيزيلش حاجة من الشغلة يبقى انا الشغط الفعال عندي هو شغط الزهاب اللي احنا بنقول عليه شغط القطع اللي احنا بنعمل فيه ازالة للمعدن بتاع الشغلة خلي بالك الشغلة هنا مسبتة بايه؟ بمنجلة لان احنا بعد شوية هنبقى محتاجين نعرف ايه هي طرق تثبيت المشغولات طيب يبقى دي اسماء المقشاطة النطاحة واخد بالك هي بتنطح ازاي؟ عشان كده سميناها المقشاطة النطاحة عشان الحركة الرئيسية فيها بتشبه نطح ايه الكباش؟ تعال نشوف شكل تاني او نوع تاني من انواع المقشط المقشاطة اللي حنشوفها دلوقتي اسمها المقشاطة الرئيسية طبعا يا سميت بالمقشاطة الرئيسية ليه؟ لان الجزء الفعال فيها اللي احنا بنسميه التمساح اللي بيعمل عملية القشط ده ده بيتحرك حركة رئيسية انما في اللي فاتت كانت حركة بتاعته حركة افقية يبقى ده الشكل بتاع المقشاطة الرئيسية برضو عندي فرش عندي ده الهيكل عندي ده التمساح بس هنا التمساح رئيسي فسميناها مقشاطة رئيسية عندي دي الصينية بتاعتي اللي بتتحرك يمينا ويسارا للامام والخلف ويمين وشمال زائد اني بتحط عليها الصينية ممكن تتحرك حركة دورانية علشان ممكن اعمل عليها عملية قشط للأسطح المقوسة طبعا ده شكل من اشكالها وده شكل تاني من اشكال المقشاطة الرئيسية تعالى نشوف كده الشكل التخطيطي اللي انا هكون محتاجه علشان ارسمه في كرساتي وابقى عارف الاجزاء بتاعتي ده كده الشكل التخطيطي اللي احنا هنشوفه في الكتب بتاعتنا ان انا عندي فرش عندي ده كله هيكل ده التمساح فيه هنا الحامل بتاع الألم وده راكب طبعا على الرسمة بتاعتي وعندي هنا الصينية بتاعتي اللي هتتحرك يمينا ويسارا وللأمام وللخلف وكمان ممكن تدور حركة دورانية خلي بالك انا فيه كلمة عمال بكررها لك كل شوي ايه هي ده مطور كهرابي المطور الكهرابي ده بيتحرك حركة ايه برافو عليكو بيتحرك حركة دورانية وطالما بتحرك حركة دورانية يبقى لازم يكون عندي حل عشان ده يتحرك حركة ترددية الكلام ده في المقشطة ان الطاحة وكمان في المقشطة الرأسية طب تعال كده نشوف آخر نوع من أنواع المقاشط كمان عندي آخر نوع من المقاشط بنسميه المقشطة العربة بنسميه المقشطة الايه العربة بص كده آه المقشطة دي حجمها كبير قوي يبقى اكيد المقشطة دي معمولة علشان المشغولات اللي حجمها كبير فدايما نقول ان المشغولات اللي حيكون طولها طول القطع فيها اطول من 60 سنتي حنستخدم فيه المقشطة العربة طب هي ليه سميت بالمقشطة العربة شايف انت الاعدة الكبيرة دي الاعدة دي بيتسبت عليها الشغلة وبتتحرك حركة ترددية اه يعني انا كده افهم ان في المقشطين اللي فاتوا المقشطة النطاحة والمقشطة الرأسية كان الالم اللي بيقشط هو اللي بيتحرك انما هنا في المقشطة العربة الشغلة اللي هتتسبت على العربة هنا هي اللي هتتحرك يبقى المقشطة العربة دي مقشطة والجزء اللي بيتحرك فيها الجزء الرئيسي ده اللي انا بشاور عليه ده هو ده اللي اسمه العربة هتتسبت عليه الشغلة ودي عندي الرواسم اللي هيتسبت عليها الاقلام بتاعة القشط طبعا من الشكل كده واضح ان المقشطة بتاعتي كبيرة يعني هتقطع عليها او تعمل عليها عمليات قشط للأسطح الكبيرة طيب سميت بالعربة ليه؟ لان هنا الجزء الرئيسي اللي بيتسبت علي المشغولات اسمه العربة طب ايه الفرق ما بينها وما بين المقشطة التانية دي بتقشط الأسطح الطويلة انما المقشطة التانية الرأسية والنطاحة بتقعم القشط الأسطح الاقل من 60 سنتي في الطول دي حاجة الحاجة التانية ان في المقشطة النطاحة وفي المقشطة الرأسية انت الالم بتاع القشط بتاعي هو اللي بيتحرك الحركة الترددية انما في المقشطة العربة الالم بتاعي سابت والشغلة هي اللي بتتحرك طيب تعالى كده نشوف شكل تاني للمقشطة العربة ده كده الشكل بتاعي برضو طبعا هيكون لها اشكال كتير بس عندي الفرش بتاعي او القاعدة بتاعتي عندي العربة اللي هي بتتحرك العربة اللي هي الطاولة يعني وعندي هنا دي الرسمة اللي بتتحرك على الحاملين دول علشان تنزل للشغلة بتاعتي او تطلع لها وتعالى نشوف الرسم التخطيطي للشغل دي عندي المقشطة العربة ده كده الهيكل بتاعي او الفرش بعد كده دي عندي العربة بتاعتي عندي هنا السرج بتاعي او العرضة دي اللي بركب عليها رسمة علشان العرضة دي هتنزل بقلم القشط للأسفل وللأعلى علشان تقرب بالقلم من الشغلة المثبتة على العربة بتاعتي وبالطريقة دي يبقى انا هعمل عملية القشط عن طريق ان القلم يكون ثابت والشغلة هي اللي ايه هي اللي بتتحرك طيب نرجع كده لو سمحتو انا دلوقتي عندي المقاشط قلنا ثلاث انواع مقشطة نطاحة مقشطة رأسية مقشطة عرب انا دلوقتي المقشطة دي هيبقى في عندي جزء بياكل في الشغلة بيشيل اجزاء منها وطبعا لما الاجزاء دي بتتشال يعني سمكها بيكون قليل نوعا ما ولما بيشيلها كأنك بتقشط جزء كده فسمناها المقاشط اهم حاجة تخلي بالك مقشطة رأسية يبقى الحركة الرأسية فيها حركة رأسية في المقشطة النطاحة وفي المقشطة العربة الحركة الرأسية حركة أفقية دي نمرة واحد نمرة اتنين ايه اللي حيفرق ما بين المقشطة النطاحة والرأسية والمقشطة العربة ان انت في المقشطة النطاحة والمقشطة الرأسية الالم بتاعك هو اللي بيتحرك وبالتالي يا إما حيتحرك أفقي يا إما حيتحرك رأسي انما في المقشطة العربة الشغلة بتاعتك الالم حينزل ياخد عمق القطع المسافة اللي حيشيلها يعني السمك اللي حيقشطه وبعد كده الشغلة هي اللي هتحرك يبقى الحركة الرأسية كانت في العربة يعني هي اللي كانت في الشغلة الشغلة هي اللي بتحرك يبقى في الرأسية والنطاحة أداة القطع هي اللي بتحرك إنما في العربة الشغلة هي اللي بتحرك طيب ناهينا عن طرق الحركة بتاعتي اللي حنعرفها كمان شوية ولكن هو طالما الألم ده بيتحرك الألم ده ممكن يكون السمك بتاع السن هنا مثلا 20 ملي وبالتالي الألم وهو رايح وراجع حيشيل سمك 20 ملي فحده أغزيله حركة اسمها حركة التغذية هنعرفها طبعا بعد كده وبعدين يشيل 20 ملي تانين وييجي يشيل 20 ملي تانين ويتحرك كمان حركة في 20 ملي تانين يبقى أنا كده شلت جزء وجزء وجزء معنى كده إن أنا شلت السطح ده كله يبقى أنا ممكن عن طريق عمليات القشط إن أنا عملية تسوية للأسطح طيب هو أنا لو الألم كان بيشيل من الأول وتانه التغذية تغذية تغذية لغاية ما يشل لآخر السطح يبقى كده تسوية أسطح طب بفرد الألم ده كان بيشيل من المنتصف بس آه طبعا وكده هيشيل جزء فحيديني في النص كده فراغ يبقى الفراغ ده على شكل حرف يو أو على شكل حرف في حرف يو لو كان الألم بتاعي مستقيم كده وبيشيل من المنتصف بس يبقى حيديني شكل حرف يو كده في الشغلة كلها إنما لو الألم بتاعي كان مائل يبقى السطح ده بدل ما كان رأسي والسطح ده رأسي كان ده حيبقى مائل وده حيبقى مائل يبقى أنا كده عملت سطح على شكل حرف في يعني عملت مجرى حرف في يبقى نمرة واحد أنا ممكن بعمليات القشط أعمل تسوية أسطح نمرة اتنين ممكن أعمل مجرى حرف يو نمرة تلاتة ممكن أعمل مجرى حرف في ممكن باستخدام تجهيزات خاصة إن أنا أركب جهاز تقسيم اللي هو ممكن يقسم لي محيط الدائرة لعدد من الأقسام المتساوية بحيث أن المقشطة تاكل فتعمل لي سنة زي سنة الترس وبعدين ألف والمقشطة تاكل تعمل لي سنة تانية وتاكل تعمل سنة تالتة وهكذا يبقى أنا ممكن أعمل إيه ممكن أعمل تسوية أسطح ممكن أعمل مجاري حرف يو ممكن أعمل مجاري حرف في ممكن باستخدام تركيب خاصة إن أنا أعمل أسنان تروس وممكن أعمل جريدة مسننة اللي هي أسنان مفروضة كأنك جبت الترس بتاعك وفردت أسنان وكده فباقت جزء مستقيم وطالع منه إيه وطالع منه أسنان طيب مش دي المشغولات اللي احنا هنعملها تعالوا نبصوا مع بعض كده على أشكال المشغولات دي على الطبيعة نشوفها كده مع بعض نيجي نقول بقى العمليات التي تجرى على المقاشط العمليات التي تجرى على المقاشط طيب نيجي نشوف كده أول عملية من العمليات دي اللي هي تسوية الأسطح لاحظ إن أنا دلوقتي عندي الألم بتاع القاشط بيشيل الجزء ده اللي هو الفرق ما بين السطح اللي فوقه والسطح اللي تحت طبعا الألم ده هو بيعمل عمليات القاشط بيتحرك حركة للأمام وبعد ما بيشيل الجزء اللي طالع منه أو السطح اللي اتقاشط ده دلوقتي حنبدأ نحرك الشغلة بتاعتي في اتجاه السهم اللي احنا كتبين عليه أربعة يعني أنا لو قلت رقم واحد تبقى دي الشغلة رقم اتنين يبقى ده الألم بتاع القاشط رقم تلاتة عندي للأمام والخلف يبقى دي الحركة الترددية اللي بتحركها الألم حركة رئيسية اللي بتعمل القاشط للأمام وحركة رجوع عشان يبدأ شود تاني رقم اربعة الحركة اللي في الجانب دي بنسميها حركة تغذية ورقم خمسة هي عمق القاطع اللي انا نزلت بيه داخل الشغلة اللي احنا بنقول عليه تغلغوا للألم داخل الشغلة تغلغوا للألم داخل الايه؟ داخل الشغلة طيب تعال نشوف شكل تاني من أشكال المشغولات ممكن نعمل فتح للمجاري بص كده هنا الألم بتاعي ألم رأسي نازل رأسي يبقى إذن كده هو نازل رأسي ممكن يعمل عملية قطع بص كده ده سطح عملنا في حرف L وممكن لو كان السطح ده كامل من الجزء هنا من اليسار كان حيبقى ده اسمه مجرى حرف U طيب بص كده هنا الألم بقى عندي ميل طبعا احنا لما بنيجي نعمل الشكل ده اللي هو شبه منحرف اللي احنا بنقول عليه في الصناعة بنقول عليه إيه؟ أيوه بنقول عليه شكل غنفاري الشبه منحرف ده بنقول عليه شكل غنفاري طبعا لما باجي أقطع الشكل الغنفاري ده أنا بقطعه الأول بألم رأسي زي ده كده فأعمل فيه شكل حرف U وبعد ما أعمل الحرف U أبدأ أعمل إيمالة للألم علشان الألم يجيب لي السطح الميل من هنا بالزاوية اللي أنا عايزها والسطح الميل من هنا برضو بنفس الزاوية بس عكسية وبالتالي أعرف أعمل المجرى اللي احنا بنسميها مجرى غنفاري اللي هي شبه شبه الإيه؟ المنحرفي يبقى أنا لو الألم بتاع رأسي يبقى أنا حقطع مجاري حرف L ومجاري حرف U وكمان أعمل تسويت أسطح إنما لو عملت ميل كده يبقى ممكن أجيب الأسطح المائلة الداخلية وبالتالي حقدر أعمل المجاري الغنفاري طب بص للشكل ده الشكل ده الراجل جه قطع الشغلة هنا عملها كده حرف U وبعدين قدم أو نزل ألم داخلي فبدأ يقطع من الداخل فعمل لي كده مجرى اسمها مجرى حرف T يبقى أنا أعمل تسويت أسطح وأعمل مجرى حرف L وأعمل مجرى حرف U وأعمل مجرى غنفاري وأعمل مجرى حرف I حرف T تعالى نبص كمان على شكل تاني من الأشكال اللي احنا ممكن نعملها أنا دلوقتي ممكن أعمل كده فتح للمجاري دي كده أنا كنت أعمل إيمالة للرسمة علشان أزبط الميل بتاع الشغلة ده دي كده مجرى حرف V وطبعا بدل أنا ما عملت إيمالة للألم لا ده أنا عملت إيمالة للرسمة علشان أعمل عملية القشط والشوت يبقى كل الشوت نازل معايا وأنا بتحرك على السطح ده كله بطول الشغلة كلها وبالتالي حعرف أعمل فيها حرف V طبعا الشغلة دي أنا عامل فيها كده نوعين من المجاري أنا عامل في الشغلة دي نوعين من الإيه نوعين من المجاري في عندي هنا مجرى حرف U وفي عندي هنا كده مجرى حرف V يبقى أنا عندي كده نوعين من المجاري مجرى حرف U ومجرى حرف V وطبعا في الرسمة اللي فاتت أنا كان الألم هو اللي مايل فجاب السطح برضو مايل إنما هنا القلم خليت القلم رأسي إنما الرسمة دي وهي ميلة لما بلف الزراع ده الرسمة دي بتتحرك للأسفل فبتعمل لي عملية القشل السطح بشكل إيه؟ بشكل ماي طيب الأشكال اللي احنا شفناها اللي فاتت كلها ممكن تتعامل على المقشاطة النطاحة أو المقشاطة العربة خلي بالك أنا كاتب هنا فتح المجاري حرف U وحرف T وحرف V طيب أنا دلوقتي كل المشغولات دي ال V وال T وال U دي ممكن كلها بالأشكال اللي فاتت كانت تبقى متمثلة أو بيتم تشغيلها على المقشاطة النطاحة وعلى المقشاطة العربة طيب على المقشاطة الرأسية ما ورتناش حاجة مستر محمد اهو جايلك بالرسمة المهمة هنا القلم اهو خلي بالك اللي تحت دي هي الشغلة الشغلة بتاعتي متسبتة باللقم بتاعة التزبيت دي علشان أنا محتاج طبعا الشغلة في الأساس كانت متقوبة تقب داخلي التقب الداخلي ده احنا عايزين نعمل فيه المجرى دي المجرى دي اللي احنا بنسميها مجرى الخوابير او مجاري الخوابير على أساس ان الجلبة دي هتتسبت على العمود العمود ده لو حصل له عملية دوران الدوران ده ممكن يخلي العمود يلف والجلبة دي ما تلفش معها فبنعمل ايه بنعمل المجرى دي هنا في الجلبة دي وبنعمل نفس المجرى دي كمان في العمود وبنركب حاجة اسمها الخبور الخبور ده شبه اللقمة دي كده بص كده اللقمة دي شكلها ايه مختحة مستطيل بحيس ان جزء منها في الجلبة وجزء منها في العمود يقوم يعمل لي ايه بقى؟ يقوم يعمل لي عملية تثبيت للجلبة مع العمود يبقى العمود لو اتحرك الجلبة اتحرك معاه طيب بص كده للقلم ده هو القلم ده دلوقتي بقى بيتحرك زي اللي فات حركة ترددية الامام والخلف؟ لا القلم ده بيتحرك حركة ترددية بس الاعلى والاسفل يبقى انا لو قدمت القلم مسافة من هنا لحد هنا وبدأ تحرك الالم بتاعي من اعلى لأسفل بالشكل الترددي ده كده يبقى الالم هو نازل حياكل من الجزئية دي وهو نازل لغاية الايه؟ لغاية الاسفل كل شوية نقدم الالم شوية طبعا لو المجرى دي سمكة مثلا خمسة ميلي الالم مش هياخد الخمسة ميلي دي لكلهم في وقت واح لا دل انا هدخل الالم ده يتقدم للامام كده مثلا ميلي وخلي المقشاطة بتاعتي تتحرك لأعلى والاسفل تبقى فتحت المجرى دي بس بسمكة ميلي وبعدين كمان ميلي وبعدين كمان ميلي طبعا لو نوعية الالم اختلفت في صلبتها يبقى انا كمان لازم كلما الالم كان ناشف اكتر كلما كانت الشغلة مثلا قطرة منه يبقى انا كده حقدر اخد تغذية كبيرة عمق قطع قطع كبير اللي هي عبارة عن تغلغل للالم بتاعي داخل الشغلة طيب احنا دلوقتي لازم نبقى عارفين بها ادوات القطع انا ادوات القطع عندي بنسميها الاقلام واقلام المقاشط عندنا هي لا تختلف كثيرا عن اي ادوات قطع انا بستخدمها في مكينات القطع المختلفة تقصدية مستر محمد بمكينات القطع المختلفة بقصد بيها ان انا عندي مكينات القطع اللي انا بعمل بيها عمليات قطعة وبعمل بيها بمعنى اصح عمليات التشغيل عند المقاشط عند المخارط عند الفريز ولو كن الفريزة دي بتبقى سكينة فريزة لها اسنان ولكن المعدن اللي بتصنع منه اداة القطع ما بيختلفش كثيرا ما بين التلاتة دول يعني ايه يعني الالم بتاع الخراطة قريب في مادة صنعه من الام القشط طب ايه هي مواد صنع اقلام الخراطة او اقلام المقاشط نمر واحد عندي حاجة اسمها الصلب الكربوني هو صلب فيه نسبة من الكربون بنعمله عملية تسخين وبيحصل له عملية تطريق علشان نضغط الجزيئات بتاعت المعدن بتاعتي لما الجزيئات دي تنضغط مع بعضها حتديني صلابة عالية يبقى من احد انواع مواد صنع اقلام المقاشط اللي انا ممكن نفس المواد دي استخدمها في حاجات تانية كتير نمر واحد الصلب الكربوني نمر اتنين فيه عندي حاجة اسمها صلب سريع القطع او الصلب اللي انا باستخدمه فيه القطع بسرعة عالية طيب انا دلوقتي عندي صلب كربوني صلب سريع القطع او صلب السرعات العالية عندي حاجة اسمها الكربيدات الملبدة عندي حاجة اسمها السيراميك السيراميك ده اللي هو المعادن الخزافية مش السيراميك العادي بتاعنا وعندي كمان الماس ولكن ده بيستخدم طبعا فيه الماكينات اللي تمانها غالي جدا لان الماس طبعا احنا عارفين انه من اصلب المعادن هو 100% كربون ولكن طبعا بيستخدم في الماكينات اللي تكلفها عالية اللي المشغولات فيها لازم تكون بجودة عالية جدا لانه اصلب المعادن يبقى انا دلوقتي عارف المواد اللي بتصنع منها اقلام المقاشط هي ايه؟ نمرة واحد الصلب الكربوني صلب السرعات العالية الكربيدات الملبدة السيراميك والماس طبعا انا دلوقتي اقلام المقاشط دي هل كل اللقلام كلها شبه بعض؟ لا طبعا طبعا انا عندي اقلام انا محتاج ان انا اعمل بيها تسويت اسطح كمان عندي اقلام محتاج اعمل بيها مجرى حرفيو عندي اقلام ممكن تكون اقلام داخلية علشان تقطع مثلا حاجة زي الحرف تي كده عندي جزء ده جزء مخفي عايز اقطعه يبقى انا عندي الالم حينزل ويبقى بيقطع قطع ايه؟ قطع داخلي الجزء ده ده حيبقى قافل عليه اقلام داخلية كمان لو انا عندي مشغولات المشغولات دي اسطوانية وفيها تقب وانا عايز اعمل فيها مجرى زي مجرى الخوابير كده يبقى لازم اللقلام دي كمان لما حتيجي تركب مش هتبقى الالم ولا رايح يقشط لا ده حيبقى الالم متركب داخل شاقة الشاقة دي هي اللي بتتحرك للداخل طب خلينا دلوقتي بعيد عن طرق تثبيت الاقلام ان الالم هيبقى له شكل والشكل ده اللي هيحدد شكل المنتج او الشغلة اللي طلع شكل السن بتاع الالم اذا كان عريض وافقي يبقى ده حيعمل تسويت اسطح اذا كان مائلي يبقى انا عايز ان انا بقطع بالسن بس بتاع الالم او بقطع بالحفة الجانبية للالم وحتختلف شكل الاقلام واحجامها على حسب نوع التشغيل نوع التشغيل يعني ايه نوع التشغيل اه يعني التشغيل بتاعي بعمل قشط خشن والله قشط ناعم وحيختلف كمان شكلها لو انا جاي بعمل شكل معين في التشغيل اللي هي تسويت الاسطح مثلا او عمل المجاري حرف u وحرف v وحرف t وغيرها كتير من عمليات التشغيل تعال كده نشوف الاقلام ونقول كمان شكل كل قلم حيغير في الشغلة ازاي نبص كده مع بعض عندي ادوات القاطع على المقاشط اللي احنا بنسميها اقلام المقاشط اقلام المقاشط دي اللي احنا حنقول ده الشكل لاحظ ده شكل الالم من الجانب طبعا اللي اقلام كلها لها زوايا بنسميها زوايا الجرف وزوايا السن وزوايا الخلوص لاحظ ان الالم هنا كده افقي السن بتاعه افقي انما هنا السن ايه مايل هنا السن افقي ولكن عريض شوية والاجناب بتاعته هنا الحفة دي حدة انما الحفة دي مش حدة بص كده كده الالم فيه شطف انما هنا الوجه بتاع الالم كأننا بنقوله انه كأنه معووج ولونه السقطر بيدور بيه انما هنا فيه شطف والحفة الجانبية بتاعته مستقيمة اه ده يعني كده ممكن اكون باكل بالحفة الجانبية هنا انما هنا نباكل بالحفة بتاعت الوجه بس علشان ما يبقى السمك الرائش كله سمك واحد وعايز أقلل الإجهاد على الألم بص كده برضو ده مستقيم ومايل طب الكلام ده أنا حستفيد منه إيه بص كده بما إن ده مستقيم أنا كنت بعمل هنا إيه مجرى حرفيو بما إن ده مايل فأنا كنت بعمل هنا تسوية أسطح فأنا مش عايز الإجهاد يبقى كله على الألم متساوي فيبقى هنا الإجهاد أقل هنا أكبر شوية هنا أكبر شوية يعني بوزع الإجهاد على الألم هنا القلم كان عريض فكت باستخدمه في تسوية الاسطح هنا الحفة بتاعة القلم كانت عمودية فكت بعمل تسوية جانبية يبقى نخلي بالنا ان شكل الحفة بتاعة القلم دي هتغير معايا الشكل بتاعي في عملية التشغيل يبقى انا هنا القلم ده كده حيستخدمه في الحرفيو هتقول لي طب وانا دلوقتي القلم ده بما ان انا عملت مجرى حرفيو ليه القلم هنا ما كانش الجانب ده مستقيم وده مستقيم هقولك لو الجانب ده مستقيم وده مستقيم كان هيحصل احتكاك زيادة ما بين الجانب بتاع الشغلة وجانب القلم وفي الجهة الناحية التانية كان هيحصل احتكاك زيادة ما بين الشغلة وما بين القلم طبعا بقى فيه كده احتكاك من الجانبين ومن الوجه اللي بيزيل المعدن وبالتالي كده القلم هيحصل له ارتفاع في درجة الحرارة وكمان هيحصل له احتكاك زيادة ممكن يؤدي الى تأكل الالم يبقى انا عملت ده مايل وده مايل عشان اقلل الايه الاحتكاك تعال هنا للشكل ده هنا انا عملت الشكل ده مايل وواضح ان انا مع كل شوط من الاشواط انا بحرك الالم بالعرض او الشغلة هي اللي بتتحرك وبالتالي الالم هيكل بالجانب بتاعه هنا كده عملت تسوية للأسطح هنا كده كنت بعمل أشط جانبي هنا كده انا كنت بعمل أشط جانبي بس بعدت الالم علشان محتاجه يئما بزاوية معينة يئما علشان اقلل الايه اقلل الاحتكاك طب تعال نشوف مع بعض كده المواد اللي بتصنع منها اقلام المقاشط اقلام المقاشط عندي بتصنع من مواد لازم تكون اصلت دايما من الشغلة اللي انا بشتغل فيها زي ايه يعني مثلا يبقى عندي الصلب الكربوني هو الصلب الكربوني ما هواش أصلت معدر ولكن انا ممكن استخدمه في المعادن اللي ممكن تكون طرية طب تاني حاجة عندي الصلب السبائكي يعني ايه صلب سبائكي يعني هو صلب كربوني انا كنت استخدمه في المعادن الطرية لانه ما كانش ناشف قوي ما كانتش ما كنتش حقدر اشتغل به بقوة كبيرة قوي في عملية التشغيل ولكن خدت الصلب السبائكي ده اضفت له معادن تانية لما اضفت الى الصلب الكربوني ده معادن تانية اصبح بقى اسمه صلب ايه سبائكي كلمة سبائكي يعني جاي من كلمة سبيكة ان انا اضفت معدنين او اكتر نمرة 3 عند الصلب سريع القطع اللي هو الصلب اللي انا بقطع به بسرعات عالية والصلب السريع القطع تقدر تقول انه هو كان صلب كربوني ولكن انا اضفت عليه معادن تانية بتقلل من معامل التآكل بتقلل من معامل الاحتكاك بتقلل من معامل انه يفقد صلاته مع الاحتكاك العالي وبالتالي حقدر هنا اعمل عملية القطع بسرعة ايه عالية يبقى انا دلوقتي الاساس ما بين الاتنين دول هما في الاساس كانوا صلب كربوني ولكن انا اضفت لهم معادن تانية يبقى انا عندي من المواد اللي بتصنع منها اقلام المقاشط نمرة واحد الصلب الكربوني نمرة اتنين الصلب السبائكي نمرة تلاتة صلب سريع القاطع او اللي احنا بنوع عليه صلب السرعات العالية نمرة اربعة الكربيدات الملبدة ودي نوع من انواع الصلب السبائكي يعني سبائك معانا ولكن بنعمل لها عملية تلبيت وعملية التلبيت دي عملية من عمليات المعاملات الحرارية والمعالجات الحرارية اللي انا بعملها علشان ازود صلابة وصلادة المعدن علشان يبقى اصلد عندي من كل المعادن اللي انا بشتغل فيها وبالتالي تتم عملية القاطع فيها ما لازم اللي بيقطع حاجة يكون اصلد منها انا بقى عندي الشغل عبارة عن معدن وقلم القاطع كمان عبارة عن معدن يبقى لازم يكون عندي ايه الالم اللي بيقطع اصلد من الشغل اللي بتتقطع طيب ايه كمان عندي السيراميك وده اللي احنا بنقول عليه اسمه المعادن الخزافية يبقى انا عندي دلوقتي المواد اللي بتصنع منها اقلام المقاشط نمرة واحد الصلب الكربوني نمرة اتنين الصلب السبائكي نمرة تلاتة صلب سريع القاطع نمرة اربعة الكربيدات الايه الكربيدات الملبدة نمرة خمسة السيراميك طيب تعال كده نشوف من ضمن العمليات اللي ممكن ان انا اعمل لها عملية القاشط احنا قلنا عندي حرف يو وحرف في ولكن انا ممكن عندي اعمل عملية قطع والقطع ده يا اما يكون لأسنان تروس بتركيب خاصة او يكون بنسميها الجريدة المسننة ده اسمه جهاز تقسيم جهاز التقسيم ده بيعمل لي ايه بيقسم محيط الدايرة دي العدد من الاقسام المتساوية يعني دي كانت شغلة استوانية عملناها مثلا على المخراط وانا عايزة خليها مضلع المضلع ده ممكن يكون متمن ممكن يكون مسدس ممكن يكون مسلس يبقى انا بعمل حساباتي بحيث ان جهاز التقسيم ده لو انا عايزة قسم ده على شكل مسدس زي السامولة يبقى انا حخلي ألم القشط يقشط هنا سطح وبعد ما يقشط السطح ألف هنا ستس لفة وبعدين يقشط سطح تاني وبعدين يقشط سطح وبعدين ألف جهاز التقسيم كمان ستس إيه ستس لفة وبعدين سطح وهكذا طب أنا لو كنت عايز أعمل ده مضلع متمن يبقى أنا بعد الألم بتاعي ما هيقشط هنا سطح يخليه متساوي حلف هنا تمن لفة وهكذا طب أنا لو عايز أعمل ترس بقى الترس ده مثلاً عشرين سنة يبقى أنا عايز إن أنا أقسم محيط الدايرة بتاعتي دي لعشرين قسم يبقى مين اللي حقسمهم جهاز التأسيم يبقى أنا كده هقدر إن أنا أقول إن أنا حعمل قطع للتروس ده على المقشطة بس إمتى لما استخدم جهاز إيه؟ جهاز التأسيم جهاز التأسيم ده التركيبة خاصة وأنا بخدها أستخدمها على المقشطة بأي نوع من الأنواع طب نرجع بعد كده نقول إن أنا عندي المقاشط دي أنا عندي الألم اللي بيقطعه وعندي الشغل لازم هو أنا ينفع حط الشغلة كده والألم يخبط فيها يوقحة يعني لو دي شغلة الألم هو بيتحرك يخبط فيها وقحة أو ممكن الألم ذات نفسه يوقع يبقى أنا لازم أعمل إيه؟ لازم أعمل تثبيت للشغلة حاجة تمسك الشغلة وتثبتها تثبيت جيد علشان الألم لما يقطع فيها ما يحصلش اهتزاز لأن الاهتزاز ده أكيد حيدر بالشغلة وحيدر بالمكانة وحيدر بالألم يبقى أنا لازم أثبت مين؟ أثبت الشغلة وكمان أثبت مين؟ أثبت الألم ولازم التثبيت ده يكون جيد ولازم التثبيت ده يكون محكم ولازم التثبيت ده يكون قوي جدا يعني يا مستر محمد انت بتقطع في معدن ممكن يكون حديد او نحاس او الامونيوم الالامونيوم طري انما ممكن يكون حديد او نحاس والحديد سباكه كتير وانت عايز تشيل اجزاء منه يعني فيه الام بيعمل عملية احتكاك في سطح الشغلة ممكن بيكون بيعمل لها عملية تسوية او بيقطع جواها مجرى يبقى لازم الالم ده وهو بيعمل عملية الاحتكاك او عملية القطع او عملية الازالة من المعدن لازم الشغلة تكون مربوطة كويس طبعا احنا دارسين من سنة اولى ان من اهم ادوات التثبيتها المنجلة ولكن خلي بالك انا ممكن اكون عايز منجلة تثبت الشغلة كده في مكانها وبس وممكن اكون محتاج ان الشغلة تثبت في مكانها مثلا دي الشغلة تثبتت كده وبس والقلم هيقصد فيه وممكن اكون محتاج ان الشغلة دي تكون متثبتة بس عايزها تتحرك حركة دورانية كده بميل معين عشان الشكل اللي انا هقطعه وممكن تكون الشغلة دي انا عايزها وعايز اعمل لها ايمالة كمان اه يبقى انا دلوقتي هتختلف طرق القطع بشكل المشغولات وبشكل المنتج اللي انا هنتجه عليها او اللي انا هطلعه منها يبقى دلوقتي لما حاجة سبت مشغولة هتقول للتثبيت افضل انواع التثبيت هو المنجلة بس مش هتبقى نوع واحد من المناجل ولكن هيبقى عندي كزا نوع من المناجل طب بص عندك كده هو انا دلوقتي لو عندي شغلة والشغلة دي ملهاش زي ما انتم بتقولوا كده ملهاش ملكة ملهاش مكان تتمسك منه على المنجلة اعمل ايه بشوف مثلا الجزء العالي اللي انا هعمل فيه عملية القشط واشوف جزء واطي قليل سمكه قليل في الشغلة وابدأ اعمله عملية تثبيت عن طريق جوايط ولقم تثبيت اللي بنسميها المخالب فتبقى دلوقتي انا سبت الشغلة يعني الشغلة بتاعتي شكلها منتظم ممكن انا سبتها على اي منجلة الشغلة بتاعتي شكلها مش منتظم ببدأ اشوف شكلها وعيني بتشوف الجزء اللي انا عايز اعمله القشط ما يجيش حاجة تمسك منه إنما الأجزاء اللي بارزت تانية دي اللي ممكن أعمل فيها إيه دي اللي ممكن أعمل منها عمليات التثبيت علشان أتفادى إن الألم بتاعي يحصل له تصادم مع أي جزء من أجزاء أو أدوات التثبيت المختلفة تعالوا نشوف مع بعض كده إيه هي طرق تثبيت المشغولات على المقاشط من طرق تثبيت المشغولات عندي نمرة واحد اللي هي المنجلة وبالتالي دي المنجلة العادية المنجلة العادية ما هي إلا فك ثابت وفك متحرك عندي هنا فتيل أنا لو عملت عملية دوران للفتيل وبما إن فيه هنا جشمة الجشمة دي بتحرك الفك المتحرك للأمام وبتحركه للإيه للخلف وبالتالي لو أنا حطيت الشغلة هنا في المنتصف وإيه بتتحرك للأمام هتعمل عملية الإيه عملية الربط طب تعال نشوف نوع تاني كده من أنواع المناجل المنجلة المركزية آه منجلة مركزية خلي بالك أنا كان عندي هناك فك واحد بتحرك إنما المنجلة المركزية دايماً حيكون الشغلة في المنتصف لأن الفتيل بتاعي ده وأنا بعمله عملية الدوران بيبدأ الفكين دول يتحركوا مع بعض الفك اللي في اليمين ده بيتحرك والفك اللي في الشمال ده بيتحرك وبالتالي حتبقى الشغلة دايماً في المنتصف طب هي ليه دايماً في المنتصف لأن لو تلاحظ عندي هنا فيه جزء دوراني بحيث إن الشغلة عندي ممكن أعمل لها إيه؟ عملية تدوير يعني الشغلة هنا لو مستطيلة وأنا عملت هنا عملية تدوير حيبقى القطع قطع مائل على الجزء الإيه؟ على الجزء المستطيل اللي موجود عندي طب أنا دلوقتي عرفت إن أنا عندي المنجلة العادية والمنجلة المركزية عندي كمان نوع كمان إن أنا ممكن أثبت الأشكال أو المشغولات اللي هي أسطوانية دي إن أنا لازم أثبتها على كطلة حرف V عشان تديني عملية تسبيت طيب يبقى دي دلوقتي كطلة حرف V هستخدمها في عملية التسبيت الأجزاء الأسطوانية إيه كمان؟ عندي منجلة التسبيت العامة والمنجلة العامة دي زي ما أنتم شايفين أنا ممكن أميلها رأسي لأعلى أو لأسفل أعمل لها عملية دوران علشان أخد الشكل بتاع المشغولة بتاعتي بأي طريقة أنا محتاجها طب أنا كده خلصت من طرق تسبيت المشغولات عندك إيه تاني؟ لازم أكون عارف أنا بسبت أقلام القشط إزاي؟ دي كده رسمة ودي الساند بتاعي وده المربط بتاعي الألم اللي أنا حربط فيه الألم عشان يبقى نازل لأسفل عشان يعمل عملية اللي احتكاك في الشغلة طيب يبقى ده كده بيربط ألم واحد ولكن ده لما يكون الشغلة بتاعتي شغلة مش هتعرضني لإجهادات كبيرة طب بص كده للي بعدها أنا عندي هنا ده رابط للألم بس بستخدم فيه لقم تسبيت عن طريق صواميل كتير التانية كان هو مصمر واحد اللي بيربط الألم إنما عندي هنا أربع مصامير بيربطوا الألم وده طبعا هستخدمه في المعادن النشفة جدا اللي حتكون فيها إجهادات كبيرة وخايف إن الألم يفك من مكانه طب فيه طريقة كمان للتسبيت إيه هي بص كده الألم صغير قوي هنا ودي إحنا بنسميها شاقة ودي علشان المشغولات اللي بتكون متقوبة من الداخل يعني مشغولات مفرغة يعني عملية القشط هنا هتكون إيه؟ هتكون عمليات قشط داخلية طب أنا دلوقتي المشغولات بتاعتي أو المقاشط بتاعتي اللي أنا هشتغل بيها على المشغولات بتتحرك حركة ترددية أنا بحولها إزاي؟ بحول الحركة الترددية دي عن طريق أزرع وعن طريق جشمة موجودة في الزراع بحيث إن أنا أخذ الحركة الدورانية من التروس ومن الطرات تحرك الأزرع دي حركة ترددية للأمام وإلى الخلف تمام يبقى أنا دلوقتي بقيت بعرف أحول الحركة الدورانية اللي موجودة عندي في اللي جاية من الموتور بتاعي بحولها لحركة ترددية هنا علشان التمساح دي يتحرك حركة ترددية طب إحنا دي كانت في المقاشطة إن الطاح طب في المقاشطة الرأسية في المقاشطة الرأسية نفس الحكاية أنا باخد الأقراص الدورانية وبركف فيها زراع على المحيط بحيث إن كل لما القرص الدوراني ده يلف حيديني هنا حركة إيه؟ ترددية طبعاً الكلام ده إحنا حندرسه مع بعض بالتفصيل في عمليات القاشط بقى لما ناخد كل باب على حدة النهاردة إحنا بناخد مقدبة مع بعض المقاشطة العربة ممكن أعمل حركة ترددية عادية عن طريق سيور ممكن أعمل الحركة الترددية دي عن طريق تروس ممكن أعمل حركة ترددية دي برضو عن طريق التروس المخروطية والبريمة الحلزونية طبعاً من أهم الطرق بتاعتي اللي ما بتسبب ليش اهتزاز وبتديني قوة كبيرة اللي هي الطرق الهايدروليكية اللي من خلالها أنا بقدر أعمل عمليات ضغط الزيت بحيث إن ضغط الزيت ده في اتجاه يديني حركة في اتجاه بغير عن طريق المضخة ضغط الزيت في اتجاه تاني يقوم يغير اتجاه الحركة في اتجاه تاني يبقى أنا عندي طرق ميكانيكية وعندي كمان طرق ايه؟ طرق هيدروليكي طب آخر حاجة معنا النهاردة يا مستر محمد هي الاحتياطات الواجب مراعاتها عند العمل على المقاشط طب ايه هي يا بقى؟ لازم أكون عندي عوامل واجب مراعاتها للعمل الآمن عشان أحافظ على العامل وأحافظ كمان على المشغولة وأحافظ كمان على مكان الايه؟ مكان العمل طيب إحنا كده عندنا احتياطات اللي هي ممكن تكون جزء منها إن أنا أكون عامل صيانة للمكينة عامل تنظيف للمكينة وإزاي عامل تنظيف كمان للمكينة بدون إن أنا أضر نفسي طب إحنا كده عملنا يهي النهاردة؟ النهاردة عرفنا إن عندي أنواع للمقاشط مختلفة أنواع المقاشط دي اللي أكت المقشطة النطاحة والمقشطة الرئاسية والمقشطة العربة وعرفنا إن هم حيفرقوا في الإسم عن طريق الأجزاء بتاعتهم النطاحة بتشبه نطح الكباش والحركة بتاعتها أفقية المقشطة الرئاسية بتتحرك عندي حركة رئاسية المقشطة العربة حركة أفقية ولكن اللي بيفرق في العربة إن العربة دي هي اللي مسك الشغلة عندي فالشغلة هي اللي بتتحرك الحركة الترددية قلنا نخلي بالنا دايما من شكل المشغولات لأن شكل المشغولات اللي ممكن أعملها على أي مقشطة بيتحدد من طريقة الحركة بتاعة المقشطة بتاعتي ومن شكل الألم كمان اللي أنا بقشط به قلت إن أنا ممكن أعمل على المقشطة إيه؟ أعمل تسويت أسطح أعمل مجاري حرف U أعمل مجاري حرف T أعمل مجاري حرف V وكمان إن أنا أقدر باستخدام تركيبات خاصة إن أنا أعمل إيه؟ أعمل قطع الأسنان التروس وأعمل أشكال الجريدة المسننة قلنا إن إحنا بعد كده عندنا أقلام المقاشط اللي حتختلف أشكالها باختلاف العمليات اللي أنا بستخدمها فيها حقول إن ألام المقاشط دي بتصنع من مواد لازم تكون أصلد من الشغلة اللي أنا بقطعها أو الشغلة اللي أنا بشغلها وقلنا إن إحنا عندنا مواد صنع أقلام المقاشط اللي هي إيه؟ المواد اللي بتصنع منها اللي هي الصلب الكربوني الصلب السبائكي صلب السرعات العالية اللي هو صلب سريع القاطع الكربدات الملبدة والسيراميك اللي هو المعدن الخزفي قلنا بعد كده ان انا علشان اعمل عملية التشغيل على المعشاطة لازم اكون مسبت الشغلة كويس ومسبت اداة القاطع كويس من طرق التثبيت للمشغولات لو المشغولات بتاعتي منتظمة الشكل وجوانبها منتظمة يبقى انا هستخدم المنجلة العادية بكده اولاد نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا واذا كنتوا عايزين تعرفوا حنذاكر المادة ازاي ونجيب فيها الدرجات النهاية ازاي يبقى لازم تنتظرونا للحلقات القادمة الى ان اراكم على خير بإذن الله نترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته